أهلا بكم حين نقرأ صورة الفاتحة نمر بثلاث مشاعب تجاه الله سبحانه وتعالى فحين نقول الحمد لله رب العالمين نشعر بالحمد والثناء مع الحب لله سبحانه وتعالى المنعم علينا بكل شيء وحين نقول الرحمن الرحيم فنحن نرجو رحمة الله الواسعة التي وسعت كل شيء أما حين نقول مالك يوم الدين فنحن نخشى الله ونخافه بيده مقاليد ذلك اليوم يوم الدين كيف نقرأ هذه الآية الشريفة وحنا بنصلي في المساجد في مصر بنسمع الإمام يقول مالك يوم الدين وأحيانا لما بنروح نعمل عمرة بنسمع الإمام المكيه يقول مالك يوم الدين دون مد فأيهما صحيح الكراءات المتواترة والثابتة هي عشر كراءات اللي حضراتكم شايفينهم دلوقتي ما فيش مجال ان احنا نشرحهم بالتفصيل لكن يهمنا نقطة مهمة جدا عندنا كراءتين كراءة عاصم وكراءة الكسائي تنطق هذه الآية بالمد مالك يوم الدين وهناك كراءة ابن كثير المكي تنطق مالك يوم الدين علشان كده بنلاقي الاختلاف في الكراءة ما بين كراءة مصر اللي هي حفص عن عاصم وكراءة مكة المكرمة اللي هي كراءة ابن كثير أما عن الفرق في المعنى بين مالك وملك فمالك ذو ملكية يعني أي واحد يمتلك جلباب يمتلك سيارة يمتلك عمارة فهو مالك الشيء أما الملك فهو ذو سلطان على كل مالك وهذا الفرق بين مالك وملك سئل الرسول صلى الله عليه وسلم ما الإيمان فأجاب الإيمان بأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر كله خيره وشره فالإيمان باليوم الآخر واجب ليوم الدين العديد من الأسماء الأخرى مثل يوم الجزاء يوم القيامة الواقع الحاقة الطامة والعديد من الأسماء الأخرى أما عن يوم الدين فهو يوم مقداره خمسين ألف سنة وهو قريب يتركبه كل عاقل قال الرسول صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بإصبعي الوسطى والسبابة الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه يقول أن يوم القيامة ده نعمة كبيرة من عند ربنا لأن المستقيم قد لا ينتفع من استقامته في الدنيا بل قد ينتفع بها غيره أما هو فيطمع لما عند الله من نعيم مقيم يوم القيامة أما الإنسان المتجبر والعاصي فقد يأمن من العقاب في الدنيا ولكنه بكل تأكيد سوف يعقب يوم القيامة على ما اقترفته يداه الدنيا دي عمل بالضبط زي الطالب اللي هو مخير يروح المدرسة أو ما يروحش يذاكر أو يلعب يكتهد أو لا يكتهد ولكن إذا قرع جرس الامتحان فلا فائدة من العمل ويوم الامتحان يكرم المرء أو يهان الحياة فيها كل الفرص متاحة أبواب التوبة كلها مفتوحة وعليك أنت تختار وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وفي هذا اليوم لا مالك ولا ملك إلا الله سبحانه وتعالى تساوى الجميع الغني والفقير السيد والعبد الحاكم والمحكوم كلهم سواء عند الله سبحانه وتعالى